زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين زار الهيئة العامة للرقابة المالية والتقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة بمقر الهيئة بالقرية الذكية بهدف التنسيق حول تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد وتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية هذا وشدد أعباء التنسيقية خلال اللقاء على الأهمية الكبرى التي يقوم بها القطاع المالي غير المصرفي لما يتمتع به من مقومات فريدة وحلول تمويلية متنوعة تعزز من فاعلية دوره في دعم الاقتصاد القومي مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا دائما وتواصلا مستمرا مع الرقابة المالية لتطوير الإطار التشريعي الخاص بأنشطة وأسواق الهيئة بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث دار النقاش حول عدة قضايا ومسائل تصب جميعها في كيفية تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية للقيام بدور أكبر في دعم الاقتصاد